الدرس من الدروس المهمة جدا هي الصحبة اختيار الصحبة ورفقاء الطريق نعم الاختياره صلى الله عليه وسلم وده أمر يدعو إلى العجب لأنه في موقف زي ده وفي شدة وفي يعني موقف صعب جدا وفي طريق لا يدري ما يفعل به فيه الإنسان بيحتاج إلى مثلا واحد قوي البنية يدافع عنه بتاعه ويقدر يمنعه ولو لبعض الوقت لكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يعني خفيف الجسم إذن الأمر ليس بهذا اختيار الصحبة لازم يكون على أساس القلب ولذلك يقول قال بعض المفسرون هو المعني في هذه الآية ولذي جاء بالصدق ويصدق به ويقول صلى الله عليه وسلم ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبي إيه الشيء اللي وقر في قلب سيدنا أبو بكر اليقين والتصديق والمعاونة بداية من عرض الأمر ده أول ما سمع بالهجرة قال له أسأل الله الصحبة وقعد يعد ويجهز والنبي على السلام يرفض أنه يكون الراحلة على حساب سيدنا أبو بكر يقول له لأ أنا جهست ويقول له لأ عشان يبقى جهاده صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله فإلى أي درجة ويخش الغار قبله شوف الإمعان في الصدق وفي الحب وفي المعونة أنه يقول له يا رسول الله دعني أتفقد لك الغار حتى لا يمسوا أي ضر نعم يكون فيه حاجة تعبان يكون فيه بتاع دغار في الجبل ويخش ويشوف الأول لنبي على السلام وينام صلى الله عليه وسلم على ساقه ويظل ساكنا حتى لا يتأثر صلى الله عليه وسلم أو يصحى من النوم ويفضل معاه من أول الأمر إلى آخر الأمر هذا لا يكون إلا إحنا بنتكلم على فكرة إحنا كلمنا دلوقتي سهل جدا يعني وجميل إننا أقول إنه كان وفيا رضي الله عنه وكان كذا وكان كذا الفعل أكبر بكثير والتنفيذ أكبر بكثير ولم يكن الأمر سهلا أبدا لا في بكة ولا في المدينة لكن الذين يصدقون يصلون في النهاية إلى كل خير النبي عليه الصلاة والسلام اختار الرفيق واختار الصحبة واختار حسن الصحبة وأعد إعدادا كبيرا لهذه الرحلة فكانت على هذه الشاكلة من التوفيق وكان المدد من الله سبحانه وتعالى لأنه أنا قبل مطلب البركة ربنا لازم يكون فيه عمل البركة لا تكون في صفر يعني أنا ما أقدرش أنام وأقول ربنا يبعث لي الغزء وإنما لازم يكون فيه عمل ولو قليل إذا كان على قدر تقتل وبعدين أقول يا رب بارك فتحصل البركة في الموجود وإن كان قليلا فبارك الله في اثنين ثانية اثنين إذ هما في الغار وصارت الأمة الإسلامية إن شاء الله إلى قيام الساعة ليه لأنه فيه جهد وفيه عمل وفيه خروج من موطن إلى موطن وده ليس بالشيء السهل هما يقول بلاد بها نيطة علي تمائمي وأول أرض من مستجل دي تغابوها الوطن ده مش حاجة سهلة أن أنا سيبه كان الراجل زمان يهاجر يسافر وبعدين يعيه ويحتار الأطب فيه أو يحار ما فيه يحتار في اللغة فيوجهوه إلى ريح بلاده إلى نحي بلاده فيستريح ويشفى الوطن شيء عظيم جدا وما كانت هجرته صلى الله عليه وسلم منه بالشيء السهل لا بد أن نتعلم قيمة الوطن وقيمة الأرض التي نبتنا فيها والتي أنشئنا فيها لنعمرها ولنصنع الخير فيها